انت مثلا فيك مميزات مثلا بتسمعو بتحبو بتتم بي وا 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 ولكن هو دي عند مثلا ان انت مثلا يفترض بتحب تبسي بناطيل هو محبش البناطيل امسابل عليك ومشي عليك ده عنيدة اهو كده بقى شخصا معاكو بيات كتير قوي ومشي وعلى فكرة انت كنت تعبان قوي 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 عشان كلا بدأت حاجة بديدة اهو وتعبت قوي عشان تخرج من اللي حصل ده تعبت قوي ممكن تكون قفلت على نفسك فترة طويلة وانعزلت عشان تبقى كده عشان تجتدي حاجة جديدة وتبقى كده فانت شايف ان هو شخص اه ما بيعجبوش حاجة ومشي من العلاقة مع ان فيه حاجات مميزات كتير جدا ومع ذلك مبصش لاي حاجة مبصش للحب مبصش لاتمال مبصش لان انا مناسبة لي ومشي وساب العلاقة والان هو الايه هو ايه دلوقتي قاعدين جنب الحيطة ونسمع الزيته انت يا برج السرطان دلوقتي قاعدت جنب الحيطة حرفيا وسمعت الزيته عشان هو دلوقتي شعر بانه ضيع فرصة كبيرة قوي من يده طيب اه هو شايف اه العلاقة اه سوري الخطوة العايز ياخدها ايه بقى الخطوة العايز ياخدها ان هو اه اعتقد ان هو يبرج السرطان اه عايز اه ياما يرجع العلاقة مرة تانية ممكن نقول كده او ان هو بقى يبص القدام لان هو تعبان على فكرة وعمال اه يتقلم من اللي حصل ده فتقريبا عايز بقى يبص القدام تقريبا لما شفك ان انت نسيته وان انت بدأت اه تعلم حياة جديدة من غيره وقفلت على الماضي كله ككل فقال خلاص بقى هو شكله كده اه مشي وسبني فانا شكلي فانا مشي بقى اخد نفسي وامشي لان كده انا اتهزقت قوي ده ما في الكفاية مش هفكر تاني ان انا ارجع او اعمل اي حاجة ممكن يكون تفكيره كده وده اللي انا لأ بص يا برج السرطان اه هو بيفكر يجي مرة تانية ويقدم عرض ويقدم عرض ويوازن اه في الاخد والعطمة بلك زي ما قلتلك انتو الاتنين في حاجة في حاجة حصلت وهو مشي وعايز يجي مرة تانية وباقصى سرعة هو شايفك انت بدأت صفحة جديدة مبسوط قوي بنفسك وشايفك ان انت يعني بقيت حاجة جديدة قوي معرفش انك تكون بدأت حاجة جديدة او سمع ان انت هتبدأ حاجة جديدة وحاجة هجيلك منها مقود كتير او فلوس ممكن تكون اه توظفت ممكن تكون اترقيت في الشغل ممكن فعايز يجي ويقدم عرض تاني عايز يجي ويقدم عرض تاني بعد ما انت قفلت السكة كلها وهو خايف على فكرة وواقف بيتركب ومش عارف بقى يروح ولا يرجع هو بص باصة سوا ومقرر يجي على فكرة مقرر مقرر بقى امشي امشي القدام ولا اه اروح فهو بس هو مقرر من جوة ذات نفسه كده ان هو يعني ايه يجي يجي لك مرة تاك لانه مجروح قوي 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 وشعر بان الانتهزم في العلاقة دي طيب هو شايف العلاقة دي ايه شايف انها علاقة اه ممكن تبقى زواج ممكن ان العلاقة دي تبقى زواج بان الده بردو كانت المقزون او ممكن يكون شايف ان العلاقة دي علاقة محتاجة حكمة ومحتاجة تصالح ومحتاجة نحمس مع بعض تاني ان ده شخص حكيم وبيسمع الناس اللي بيكلموه اه اه مش قلت لكم محتاجة تصالح العلاقة دي محتاجة نسمع بعض ونفتح مع بعض صفحة تديدة ومحتاجة حكمة محتاجة نفهم بعض احنا ما كناش فاهمين بعض ممكن يكون فعلا ما كنتش فاهمين بعض بانه ماشي وسب كل حاجة في العلاقة يعني ده غبي ده شخص غبي ساب كل حاجة وعشان كبايا اماش فانت يعني انت عايز ايه انت وافد كل حاجة وانت هتخدني كاملة يعني ازاي يعني فهو شايف ان العلاقة دي كان فيها جروح جمدة اوي 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 وكان فيها طعامات في الضهر كان فيها افكار وحشة ولوم على طب بتلوموا على بعض انت اللي عملت وفيها جرح لانه هما جروح وكمان على فكرة وفيها شد الجذب جمد اوي فشايف ان احنا ممكن نرجع العلاقة دي تاني وممكن فيها امل اقدم العرض تاني ادي تاني مرة يقدم عرض تاني مرة بس عايزين يشوفها بس بالاخر اقولك ميته ايه مثلا انت شايف ان هي فعلا محتاجة حكمة انت كمان شايف نفسها على فكرة الحاجة محتاجة حكمة ومحتاجة تفكير ومحتاجة نسمع لبعض ومحتاجة ان احنا نتشاور مع بعض ويبقى فيه ويبقى فيه ما بيننا عدالة في ازن العلاقة يبقى عدالة عشان كده هو عايز يرجع يمل توازن في العلاقة دي علاقة دي تشاه توازن في حد كان بيدي للتاني اكتر في حد كان بيضحي اكتر من التاني فهو شايف ان العلاقة فعلا محتاجة توازن وانت كمان شايف انها محتاجة عدالة وانت محتاج العدالة في العلاقة دي لانه ثابت وقلمك وانت محتاجت في الشافة من العلاقة دي طيب اه ادولكم كده النصيحة ليك كده قبل ما نشوف ان هي بتاعك اه اعتقد والله اعلم يا برج السرطان انه هيرجع تاني يتكلم معاك بس هيبقى فيه خنقة زي ما قلت لك هيبقى فيه خنقة هتضربه ببعض وكل واحد بقى هيتخانق مع التاني والنصيحة بتقولك اهدى شوية واستقل وفكر بمشاعرك شوية يا برج السرطان لان انت لما قفلت الدايرة ومودت معاك المشاعر القديمة فالمصيحة بتقولك فكر بمشاعرك شوية مش بعالك ما تحكمش عالك انت لو حكمت عليك هتبقى كده هتتخانق معاه اه لجع تاني مشاعرك تاني يا برج السرطان انا عارفة يا برج السرطان مشكلته انه لما بيقفل على المشاعر بيقفل علىها بجد مش يزار. طب نشوف كده يعني انا شايف ان انت بدأت حاجة جديدة او شايف ان هو حاسة ان انت عملت حاجة شهرتك مسلا بقيت مشهور نوعا ما بقيت محبوب قوي طب نشوف نييته ايه لو هو عايز يرجع ان ييته خير ولا نييته مسلا ينتقل مسلا. ورقتي ايه? لا. اه اه لا ده لا لا لا. نيته خير يا بركة السيطان. ده انت لو بتتعمل مع حد برج الجوزاء برضو ممكن يكون طالع شمس القمري. اه اه نيته يستقر معاك. هو زي ما قلت لك اكتشف بعد اه الفراء بانه طلع ميم مغفل. كده. لما يجي كلمك قوله انت ميم مغفل. طالع مغفل. وصاب كل يعني بعد ما مش اكتشف ان كل كوبات دي كانت حلوة. وانه هو سابل علاقة عشان حاجة واحدة بس. فطالع مغفل. ميم مغفل طبعا وحمر كل ده احنا خدنا في المدرسة. فهو عايز يستقر معاك. وابيحبك اوه. هو بيحبك على فكر. بس هو غبي. فيه ناس غبية ايوة انا دايما اقول لكم يا جماعة اه اوعد يعني دايما نفتكر ان الشخص اللي معكم يطلع غبي. تكتيره غبي. انت قدمت له عاجات حلوة قوي. انت شخص جامل قوي بورد السرطان. وشكرك ده حد جامل قوي عشانه. قوي. وعلى فكرة هو فعلا وممكن يكون عايز يتجوزك على فترة. ده المازون. انا عايز يقدم عرض. وعايزينه اللي فات ده كله. وانت عايز عدالة. لو سمحت انا عايز عدالة. انت عايز عدالة. عشان كده النصيحة بتقولك. اه انت قفلت على مشاعرك قوي. بطريقة مش مش حلوة. اه اه ايه في العالماضي ايه في العالماضي. ولكن اه رجع المشاعر تاني يا بورد السرطان. لان الشخص ده بيحبك. لو سمحت. انت ما تتخنقش معا. اه رجع مشاعرك تاني. وخليك معا بقى وبلاش ده كل وبلاش الملامة. طيب اه واه. كويس هنا انتهت على خير. نشوف بقى اللي موصلين. وقلنا الطاقات ده تبقى اه متغيرة. يعني ده حاجة وده حاجة. او انت بقى زي ما كنت. قال لنوصلينهم برج السرطان. مشاعره ايه? واناوي عليها. اه. ده مشاعره حاليا هو محتار. ومش عارف يستقر خالص المشاعر. وحسس ان في حيرة شديدة اوي اوي اوي. بس ناوي ياخد قرار. اه. ناوي دلاتي ده. زي ما قلت لك هو حاسس بغموض اوي. وانعزل فترة طويلة عشان يفكر. وشاعر بان ممكن يبقى فيه بداية جديدة. عشان كده هو عايز يجي يعمل بداية جديدة. ناوي على ايه? ناوي ياخد قرار. يشيل بقى الغموم دي كلها. هو دي اللي بيبس ده غموض. شخص محتار. هو محتار على فترة. محتار اوي. يرجع من جعش. ممكن يكون مش متأكد اه انت عايز ولا لا. اه ممكن يكون شاعب ان انت آآ ما بقيتش محتاجه. ممكن برضو. والله اعلم. فهو عايز ياخد قرار بالآآ بانه يشيل بقى الغمامة دي كلها. ولكن هو نفسك بداية جديدة اه. اه. اه ده مجروح منه. ده نفسي. ليه كده? نفسي اللي كلتل. هو مجروح. ما بينامش من التفكير. وعايز يرجع التوازن تاني. اه خلي بالك هو مش متأكد من مشاعرك. خالص. وشاعر بان انت نسيته. عشان كده هو متردد في مشاعره. عمال يقول اه ارجع ولا مجعش. ارجع ولا مجعش. ارجع ولا مجعش. ارجع ولا مرجعش. ولكن هو هيتخذ قرار. بس خلي بالك انه هو لما ييجي. مش هيبايل لك المشاعر دي. لانه اه مجمد مشاعره حالين. هيبقى داخل عليك داخلة اه ازايك. اه وانت عامل ايه دلوقتي. انا دايما بنسميها الداخلة دي. ليه بقى بنسميها الداخلة دي كده? عشان بيبقى هو الان اصلا. هو شخص الو قوي. وام شكله كده ما بيحبش حد يكسفه. فهيقولك ازايك عامل ايه? لو لقات مثلا بتعمل سين وما بتردش او ما ردتش اصلا عن مبال في المكالمة لو تصل بيك مش هيتصل بيك تاني. ولكن هو نفسه يرجع ويعمل تباسر. فهيدخل بس نجمد مشاعره او او عامل وش الخشب ده. اه عامل الوش ده عشان بس ايه? يداري الخيبة اللي هو فيه. حرفيا خيبة يعني. يعني الراجل اللي بيطقى محتار اه يرجع ده انا بحس انها خيبة. خليك قلبك جامد. خش كده بقلبك جامد وخلاص. رفضتك رفضتك. خلاص مش مشكده. او عمال رفضناك يعني. طيب العزات بقى من برد السرطان وديتها قتلتة خالص. اخر الناس بس كده. والعزات ده اللي هما ناس آآ قطعت العلاقة تماما ومتاكدين يما فيش رجوع. وممكن يبقى في رجوع برضو. او آآ عزات بقى بقى لهم كتير قوي مرطب قطوش يعيني. من اخر علاقة تنفت آآ سنة تمانية تمامين في عزة الحرب. بوجة السرطانة اصلا نادلة لما بيخش في علاقات. اصلا يعني. الرجالة بالتحديد منهم. السيتات لقى. السيتات اه بتخش ولكن آآ ايه بقيت لقى. حد داخل بطريقنا لقى. ومشاعره ايه? ونوي على ايه? شكل كده حد قديم ولا ايه? ربنا يا ستور. ممكن يكون حد قديم خالص بقى. خالص. يا الهي. يا الهي. آآ اعتقد انه آآ في حد داخل آآ برج هوائي. شمس الكاملة طالع. وآآ آآ بشخص آآ جاد قوي. قوي يعني. وآآ بيحكم العقل على العقل على القلب دايما. وآآ المشاعر بيبقى لكنها على جنب. ولما بيخش في علاقة حب آآ بيبان في الاول بانه بارد. وآآ ما عندوش قلب اصلا. خاص. وتبقى بتقول ده جاي آآ يتسلى لا اكتر ولا قلب. ام. انا بقولك مش بقولك انت بتقول عليه جاي تسلى. كلام بتاعي بيتطبقى في الورقة. آآ اول ما بيدخل بتقول ده جاي تسلى. جاي هزر. جاي تحق. وآآ ولكن هو ما ما بيبقاش كده. ولو هو شخص قديم فهو هيرجع. ولكن هيحصل الاول آآ مشادة كلامية ببينكم. آآ وآآ بسبب فيه كراء حصل ببينكم طول تبين. وهو عايز يرجع العلاقة دي مرة تانية. ليه. وآآ ممكن يكون الشخص ده كان قديم. وانتو اكتشفتوا الطرف الثالث في العلاقة. فمشيتوا. خانيتوا معاه ومشيتوا. ولكن هو هيرجع مرة تانية. عشان بيحبكو. او اختاركو انتو. او اختاركو انتو بالمعنى الاصح يا برج السرطان. وآآ اختاركو انتو وعايزكم. بعد ما انتو مشيتوا اكتشف ان الحياة من غيركم صعبة قوي. واكتشف ان الطرف الثالث ده كان بيكسلى. او هو كان بيكسلى بحد اصلا. وانتو مشيتوا. وهو راجع بس خلي بالك. آآ بيحكم عالو او. او بيفكر بعالو او. طيب آآ مشوف برضو. مشاعره ايه? طبعا زي ما قلتلكم هو راجع. وراجع لكم انتو لان هو شايفتوا الصعمة بتاعه. شايفت انتو القدر. انتو شخص قدر ليكم. وكي يكون في علاقة تانية اصلا. انتو مشيتوا بقى لما شفتوه مبسوط في العلاقة التانية قلتوا خلاص كده هو مش راجع خلاص. ونشوف حياة اشتركوا في القناة